اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وليو العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ان مملكة البحرين تواصل تسخير الجهود نحو دعم صناعة الفرص الواعدة في مختلف المسارات التنموية بما يحقق مردودا مستداما للمحافظة على اسس الارتقاء الحقيقي بالمستوى المعيشي للمواطن وقال سموه ان المملكة اعتمدت في تحقيق ذلك على تحديد وجهة اولوياتها التنموية ووضع استدامة المخرجات معيارا يقاس به للتقدم في تحقيق الاهداف التنموية المنشودة لتضاف الى رصيد المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين ولدى لقائه في قصر القضيبية اليوم سيد بيتر جروهما الممثل والمنسق المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بمناسبة انتهاء فترة عمله وسيد امين الشرقاوي نائب الممثل والمنسق المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي قال سموه ان مملكة البحرين حرصت على سياسة التعاون والانفتاح في علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف المنظمات والاجهزة الدولية المتخصصة وجعلت من ذلك نهجا تسير عليه وجعلته رافدا يدعم التقدم في برامجها التطويرية والتنموية وتمنى سموه للسيد بيتر جروهما التوفيق والسداد في مهامه المقبلة منوها بما قدمه من اسهامات خلال فترة عمله وقال سموه ان البحرين تتطلع الى مواصلة تعزيز اطر التعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة الاممية وان يستمر تطوير المستويات للعمل المشرك مع مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في البحرين مشهدا بدوره في تجشين العديد من المبادرات والبرامج ذات القيمة المضافة من جنب عرب سيد بيتر جروهما والسيد امين الشرقاوي عن شكرهما وتقديرهما للقاء واكدين على تطلع مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي متابعة عمله الجاد في التعاون مع كافة الجهاد المعانية والشركات في مملكة البحرين والبناء على ما تحقق من نتائج ايجابية في السابق بما ينسجم مع الاهداف الاممية التنموية ترجمة نانسي قنقر